بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تأثير احلام والرقية الشرعية النهاردة هنتكلم عن الفستان الاصفر رؤية الفستان الاصفر في المنهم هنعرف امتى بتكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة اه الاول هنتكلم عن اللون الاصفر او الفستان الاصفر الفائع او الزاهي اه في المنام اه اولا لو شافته فتاعة عزباء لو شافت انها بترتدي فستان اصفر فائع او زاهي اه في المنام فدي من الرموز المحمودة اولا بيدل على تحقيقها اه لي اه حلم او اه لهدف او لطموح هي كانت دايما بتسعى ان هي اه تحققه اه كمان لما تشوف الفتاعة العزباء ان في اه شخص بيهديها ببلوزة او ببستان اه اصفر فمن الرموز المبشرة لها بقدوم خاطب اه كمان لو كانت اه بتعمل فبردو بيبشرها اه بترقية هي هتحصل عليها اه في عملها اه كمان احيانا اللون الاصفر برضو من الرموز اللي بتدل على اه على غيرة وعلى حقت وعلى عداوة اه كمان فعاليا هي يعني تحذر اه كمان لما تشوف ان اه ان في حد اه بيهديها بيه الفستان الاصفر ده كانت مرتبطة بيه قبل كده اذا وقت كان خاطبها او كان فيه مشروع زياج وشاكت ان هي ابلد الهداية منه اخدتها فان شاء الله فيه صلح وفيه رجوع مرة تانية لو رفضتها فهي مش هتبقى موافقة على الرجوع اه مرة تانية اما الاصفر الباهد او الاصفر اللي لونه اه يعني لونه باهد مش زيه فبردو دي من الرموز اللي بتكون غير محمودة فممكن تدل على ازمة اه صحية هي ممكن تمر بيها الفتاة المرأة المتزوجة كمان لما تشوف الفستان الاصفر اللزاهي او اللفاقع في المنام فتاة بشارة ليها بتحسن في اه احوالها المعيشية كمان رفاهية كمان بشارة بقدوم خير آآ ليها كمان المرأة المتزوجة لما تشوف الفستان الاحمر شكله حلو آآ عليه آآ مجوهرات مثلا او آآ مصغرف لو كان زوجها آآ مسافر آآ فبشارة ليها بشارة ليها بعودة آآ آآ غايب او آآ آآ عودة شخص كان آآ آآ مسجون او كان مسافر او كان بعيد عنها كمان اللون الاصفر في المنام لما تشوف الفستان الاصفر انه هو قصير شوية آآ آآ برضو من الرموز اللي بتكون غير محمودة فده بتدل على آآ ديئة شوية هي هتمر بيها او ازمة مالية هي هت آآ هتمر بيها ممكن تدل كمان على قلة في الريز. آآ كمان اللون الاصفر في المنام ما تشوف برضو هي لابسة فستان اصفر آآ فاقع فمن الرموز مباشرة بسماعها اخبار آآ سعيدة او اخبار مفرحة ليها او حدوث آآ شيء مهم في حياتها الشيء ده هي فرحها او هي يسعدها آآ كمان اللون الباهد في في المنام اللون الاصفر الباهد مش انها بترتدي فستان اصفر ولكن آآ باهد فعليها الحذر من آآ من ممكن ازمة صحية هي ممكن تمر آآ بيها او آآ ممكن يكون آآ آآ ان زوجها يعني آآ ممكن يكون على علاقة بآآ بسيدة تانية او بمرأة آآ تانية. لما تشوف انها بترتدي ملابس النوم اللي لونها اصفر آآ فبشارة لها بحب وآآ موادة بينها وبين آآ زوجها. وترابط كمان وتفاهم لو في خلافات هاد آآ هاد زول. كمان الملابس اللي لونها اصفر آآ في المنام بشكل عام برضو آآ لما يشوف الرائي ان شخص ميت هو اللي لابس لملابس الصفرة. الميت لما يشوف ان هو اللابس ملابس صفرة آآ زهية او آآ فقع. آآ فده آآ بشارة بان الميت ده آآ بيونعم. لما يشوف انه اللابس ملابس صفرة آآ حرير آآ فبرده آآ من الرموز اللي اللي بتدول برضه على آآ نحسابه على خير انه هو في مكانه كمان لما يشوف الميت انه هو ملابس صفرة فبرضه بتدل على سمعة طيبة وكان الميت واعمال خير كان بيقوم بيها الشخص دوت رؤية كمان الملابس الصفرة بشكل عام سواء الرجل او للمرأة من الرموز برضه اللي بتدل على سماع اخبار سعيدة وكمان قدوم خير للرأي برضه الرجل لما يشوف اللون الاصفر فده رزق واسع ليه ويحصوله على خير اما لو شاف الرجل الملابس الاصفر الباهد فده حزن وهم وممكن ازمة صحية هو هيمر بيها كمان اللون الاصفر الباهد كمان او الخافد بيدل برضه على خلافات عائلية لو كان هو متزوج اما اللون الاصفر الفائع او الساطق او اللي هو مجي شوية على دهبي كل دي بيدل على حيوية وعلى نشاط وعلى حياة عاطفية وعلى استقرار وعلى وده ومحبة بين الرأي وبين زوجته لو كان هو متزوج كمان اللون الاصفر الباهد ممكن برضه يدل على سماع خبر لكن الخبر ده شوية هيكون مش مش سعيد او مش هيفرح به الرأي او مش خبر هو بيتمنى ان هو يسمعه كمان اللون الاصفر برضه من الرموز اللي مبشرة بقدوم رزق بشكل عام للرأي سواء كان رجل او امرأة كمان من الرموز اللي بتدل على فرحة وسعادة هيحصل عليها الرأي في الايام اللي مقبلة برضه احيانا اللون الاصفر في المنام برضه من الرموز اللي ممكن احيانا بتدل على حسد وبتدل على اكتئاب ممكن يمر به الرأي ممكن يدل على خوف على قلق ممكن كمان يكون محاط بحق دين او باعداء او باشخاص بتغير من الرأي او باشخاص فازدين بشكل عام اما لما يشوف الرأي انه هو لابس لون الاصفر اللي هو قريب من اللون اللي الدهبي فاللون ده من الرموز برضه اللي بتكون جميلة جدا اولا بيدل على صراء هيحصل الرأي كمان بيدل على عزة هو هيحصل عليها كمان اللون الاصفر اللي هو اللي باهد ده برضه من الرموز اللي احيانا بتدل على ازمات نفسية ممكن يمر بيها الرأي ده كده باختصار رؤية الفستان الاصفر عرفنا امتا بتكون رؤيته محمودة وامتا بتكون رؤيته غير محمودة كمان فصرناه للعزباء للمتزوجة للرجل بتمنى ان يكون الفيديو عاجبكم لو في اي سفسار او سؤال اكتبوني تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم بشكركوا جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلام